هسا نجي نحسب المطلب الثاني اللي هو الكفاءة بالنسبة للدبل جوينت اول شي الفرق انه كان عند البيتش صار خمسة وستين ملي متر فقلنا من نريد احسب الافيشنسي لازم احسب المقامات الكلاثة واختار اقل واحدة بيهم فبالبداية نحسب التيرنج الاسستنس طبعا انه وبعد ما اكتب معادلته عند البيتش اللي هي خمسة وستين والدي القطر عشرين قطر الريفت والتي اللي هو ثيك نس سموك لبلية ستة والسقما تيج هاد الشاد مية وعشرين هحيطلع عندي ثانة وثلاثين الف واربعمية نجح سنحسب الشيرنج طبعا انا من يقول الافيشنسي احسب لازم اخلي بالبال انه احسب لثلاث قوة اللي هي التيرنج والشيرنج والكراشنج فالشيرنج اكتب معادلته طبعا هنا الان اثنيا نقلنا صار عندي دبل رفت جوينت فما دام قل لي دبل يعني الاختار الان اثنين والباي على اربعة الدي تربيع اللي هو عشرين تربيع والتاوج هاد القاص التسعين رح يطلع عندي الشيرنج رسستنس مثل ما قلنا انه واحدة القياس انهية بالنيوتل انهية عبارة عن قوة ونجي نحسب لك راشنج رسستنس البي سي هاح يساوي لي الان في الدي في التي في سيغما سي الان هي اثنين والدي اللي هو عشرين والثيكنس ستة والسيغما سي اللي هو مية وثمانين اختار اقل قوة بين ذول الاتلاثة اللي هي اثنين وثلاثين الف واربعمائة نيوتن هسا هجي احصل السترينك في الان رفيتيد اللي هي ساوي للبيتش في الثيكنس في سيغما تي والافيشنسي رح ساوي الاقل قوة اللي هي اختارينها اثنين وثلاثين الف واربعمائة مقسومة على السترينك اللي هو ستة واربعين الف وثمان مية راح يطلع عندي اه صفر بوينت ستة تسعة ثنين اضر باي في مية بالمية يطلع تسعة وستين بوينت اثنين بالمية طبعا نلاحظ احنا الكفاءة زادت بالمطلب الثاني بالنسبة للدبل رفيتيد جوينت هسا البط جوينت بالبويلر بتصميم البط جوينت بالبويلر فاول شي عندي اه قانون الثيكنس للبويلر شيل اللي هو يساوي للكابتال بي اللي هو البراشر الضغط داخل اه اه الضغط البخار داخل البويلر والدي اللي هو الديميتر اوف بويلر قطر المباخر على اثنين في سيغمتي السيغمتي اللي هو التنسال سترس اجهاد الشيل والإفشنسي اللي هي اه كفاءة الجوينت زايد واحد مليمتر اه النسبة المسموح بيها اه للصدق يعني كنسبة امال تنظاف على الفيكنس عندي هذا التايبل الجدول الخاص بالإفشنسي الكفاءة حسب نوع بالنسبة للاب جوينت والبط جوينت عندي التايبل تسح اثنين خاص بالفاكتروف سيفتي معامل الامال للبويلر جوينت وحسب طبعا الكل نوع للاب جوينت اه حسب يعني انواع السنجل والدبل او حسب الالهاند ريفتنج والماشين ريفتنج الدايميتر اوف ريفتس قطر البرشام عندنا جدول خاص به طبعا هاي قاعد نحجحنا كتصميم اه بالنسبة للبويلر كبويلر عندي هذا التايبل الاول خاص بالاقطار الريفتس والحقل الثاني خاص بالستاندرد الاقطار القياسية عندي البيتش اوف ريفتس احسب منها المعادلة الخطوة بالرفتس منها المعادلة البي ماكسيمم اه ساوي لي السي اه اللي هي كونستان ثابت اللي اجيبه من هذا التايبل تسحة خمسة جربة تسحة خمسة طبعا يعتمد على نوع الجوينت اذا كان لاب او باط جوينت والتي اللي هو ثيك نس سموك الشيال بليت اه والنسبة هاي الثاتة اللي هي واحد واربعين بوينت ثمانية وعشرين ايضا الشيرنج رسستنس نفس المعادلة السابقة نقدر نحسبها وعندي هنا الو اس اللي هي اه خاصة بالا اه يعني القوة القوة اللي ينتجها ضغط اه البخار على جدران الستيم اللي هي الساوي اللي باي على اربع في الدي تربيح في البي لبراشا اساوي هوية قوة القاس وراح تطلع عندي هال المعادلة اه الاخيرة اه نوع عندي هاذا الرابط هاذا طبعا اه رابط البليت اه نوع زيك زاق اه بهالشكل ها نجي هسا عندي هاذا المثال الاول يقول اه دابل رفتد لاب جوينت والزيك زاق يعني نوع الجوينت هو لاب ونوع الرابط هو زيك زاق ودابل يعني اه قلنا صفين اه براشيم راح يكون عندي صفين من الارفت اه استو بي ديزايند فور سمم اه تلتعاش ملي متر ثك بليتس سمك بليتس تلتعاش ملي متر اه يقول افرض التنسال سترس السجما تي ثمانين ميجا باسكال تا وجهار القاس ستين ميجا باسكال والسجما سي لكراشنج اه جهار الكاسر مية وعشرين ميجا باسكال اه استيت هاو ذا جوينت والفايل ادفاين ذا افشنسي اوف ذا جوينت يريد نحسب الكفاءة للجوينت بالبداية اكتب محطيات المسألة بعدها ساجي اريد احسب الدايميتر اوف ريفتس قطر البرشام اول ما اريد احسب قطر الرفيت اضاوع ثكنس على السمك اذا كان اقل من ثمانية احسبه من اه يعني اساوي قوة اذا كان اقل من الثمانية اساوي قوة القاس ويقوة الكسر وأحسب السمك وإذا كان أكبر من ثمانية ثيكنس السمك أساوي قوة القصوية قوة الكسر حتى أحسب القطر أما إذا كان الثيكنس السمك أكبر من الثمانية فبهالحالة أطبق على المعادلة أطلع القطر الدي اللي هو قطر البرشام يساوي ستة في جذر تي هنا عندي الثيكنس 13 مليمتر يعني أكبر من الثمانية فأطبقها المعادلة أطلع الدياميتر قطر الريفت دي يساوي ستة في جذر تي سيطلع عندي 21.6 مليمتر أروح للتيبل 9 ثلاثة وأشوف أنه القطر القياسي ما عنده 21.6 عندي 23 فأختار ل23 مليمتر هسه أريد أحسب البيتش أوف ريفتس البيتش طبعا موجود بقانون التيرنج رسستنس البيتي فاش راح أساوي أحسب البيتي واحسب البي اس أساويهم وأطلع البيتش فس البيتي راح أساوي لي البي ناقص الدي في تي في سيغمو تي البيتش اللي هو أنا أريده ناقص القطر 23 حسبتي الثيكمس السموك 13 وي السيغمو تي 80 راح يطلع عندي هذا راقم هسه أجي أكتب البيسي العفو البي اس الشيرنج رسستنس اللي هي الآن في باي على 4 في دي تربيح في التاو الانج المثنيع اللي اندبر ريفتر والقطر حسبته 23 وإجهاد القاس منطي 60 أساوي البي اس وي البي تي راح أطلع البيتش الخطوة اللي هو يريده أروح أحسب البي ماكسيمم من ها المعادة لقنا السي في التي زائد 41.2 راح أحسب البيتش